بصمة نجاح هو عنوان ملتغى رائدات الأعمال الذي يهدف لدعم الأفكار التجارية والأعمال المتميزة في مختلف القطاعات الاجتماعية والتجارية والتعليمية من خلال إظهار التجارب الناجحة لرائدات الأعمال ومناقشة التحديات التي قد تواجه ريادة الأعمال هناك بعض المبادرات الممتازة وطيبة من قبل الأخوات فعلينا جميعا كجهات حكومية ووقتها خاص أن نكرم وندعم هذه الجهود الطيبة هناك طبعا بعض الحواقز الاجتماعية فعلينا المساعدة في كسر بعض هذه الحواقز حتى تأتي هذه المبادرات أكلها بصمة نجاح يركز على تبادل الخبرات بين رائدات الأعمال التعاون في مقال الشراكة الاستثمارية بالسلطنة وآلية المساهمة كذلك في بناء الوطن من خلال التنمية الاقتصادية طبعا للمرأة العمانية دور كبير جدا في المساهمة في التنمية الاقتصادية وبقدر الإمكان نحاول أن نركز على التعدد وتنوع الاستثمار الاقتصادي بالسلطنة تم خلال الملتغى عرض تجارب رائدات أعمال ناجحة في مجالات مختلفة وكيفية إنشاء مشاريعهم الخاصة وطرق التمويل والدعم لها أسس مشروع حضانة أطفال كانت الحضانة الأولى في محافظة لبريمي كبداية مثلا ابتدى الناس ما يتقبل موضوع الحضانات لأنه شيء يديد واجهت صعوبات كثيرة من المجتمع عندنا مثلا في البيت عدم تقبل أن المرأة على طول تروح تشتغل وغيرها ولكن أنا الحمد لله كانت عندي عزيمة وأصرار وكنت حطى هدف في حياتي اليوم بصمة نجاح كان حضور مناقشات متميزة تثبت أن الحكومة تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومدى أهميتها في تنمية الاقتصاد الوطني ملتقى رائدات الأعمال سيعمل على تسليط الضوء على الكفاءات العمانية الشابة ومعرفة التحديات في مجال ريادة الأعمال سالم زعبنات المهري من منتج عهلتون صلالة محافظة الظفار